السلام عليكم هنتكلم النهاردة عن أنواع الحرائق أول نوع حرائق المواد الصلبة القابلة للإشتعال ومن أمثلتها الخشب والكتب والملابس ومدّة الإطفاء المناسبة هي الماء أو طفاة البودرة الكيميائية الجافة لإطفاء أو المواد الهلوجينية باء حرائق السوائل والغازات القابلة للإشتعال ومن أمثلتها البنزين والزيت والأصباغ وغيرها ومدّة الإطفاء المناسبة هي طفيات المواد الكيميائية الجفة المناسبة وطفيات ثاني أكسيد الكربون والسوائل الرغوية جيم حرائق الكهرباء أثناء اشتعال الأجهزة التي تحتوي بداخلها على طاقة كهربية مخزونة أو التوصيلات الكهربائية ومادة الإطفاء المناسبة هي ثاني أكسيد الكربون وطفيات المواد الكيميائية الجفة وغاز F-200 دال حرائق المعدن القابلة للاحتراق ومن أمثلتها السوديوم والبوتاسيوم والمغنزيوم ومادة الإطفاء المناسبة هي مسحوق جاف خاص أو رمل جاف فقط ها حرائق الزيوت العضوية أو ما يسمى بحرائق المطبخ ويستخدم فيها طفيات بودرة كيميائية خاصة بهذه الحرائق لو عندك أي تعليق على الكلام اللي احنا قلناه لو عندك أي سؤال عايز تسأله يسعدنا أن احنا نستقبله منك في التعليقات عشان نتفعل معاك على كل رأي ليك أو كل حاجة أنت عاوزها لو عجبك الفيديو دوس لايك وشير ودعمنا باشتراكك عشان يوصلك كل جديد ترجمة نانسي قنقر